تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني المشروع الأول جوج 19 750 بتغيير المرسوم رقم جوج 3858 الخاص بتحديد مقدار تعويض العائل الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويأتي كما سبق عن عشرة هذا المشروع في إطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019 الذي وقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتحاد العام لمقاولة المغرب وأيضا تفعيلا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي الذي نعقده بتاريخ 17 يليوز 2019 والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ تعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم عن كل طفل يخول له الحق في الحصول على تعويضات العائلية في حدود 3 أطفال وذلك إسوة بالأجراء والموظفين في القطاع العام الموظفين في القطاع العام وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019 هذا الإجراء للصدق لليوم رابي أثر الرجعي بمعنى الحقوق تحتسب من فاتح يوليوز 2019 وكما سبق أنا أشرت فنحن إذا إجراء سيمكن من ضخ جوج فاصلة 5 مليار درهم سنويا في التعويضات العائلية إضافية لترتفع قيمة تعويضات العائلية الممنوحة على مستوى القطاع الخاص إلى 7.8 مليار درهم سنويا وهو إجراء سيمكن من مساهمة في تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية